العلاقات الخارجية لا تكون على حساب السوابت والمبادئ الثبات والقوة أمام أي قوة خارجية تريد أن تسحبها للأحزاب الإسلامية أو الحركات الإسلامية إلى ساحة مملوئة بالألغام توقع فيما بينها وما بين حاضنتها الشعبية حماس على وجه التحديد ظني عدم الإفراط في تطمين الغرب والدولة العبرية بشأن المعاهدات والمصالح لأن الإفراط من شأن أن يزدع الشك لدى الحاضن الشعبية التي اختارت الإسلاميين للحكم والأولى هو تطمين الشعوب على استمرارية المسار ووضوح الهدف مغرب مثلا التركيز على محاربة الفساد أمر يجب أن يكون في أعلى سلم الأولويات الانتباه إلى ظاهرة بعض الأحزاب الإسلامية بسبب ظروف أكبر منها تتحول إلى أمور تنفيذية وتشغيلية وتبتعد عن السياسة بالمعنى الحقيقي وتصبح حالة تنفيذية محلية وبالتالي تظهر كشريكة لأنظمة بالأصل هي بعيدة عن مطالب الشعوب وفاقدة للمصداقية الأمر الآخر تداخل السياسي بالدعوي كما ذكر بعض الأخوة في الخطاب السياسي للإسلاميين أسار حفيزة القوة المناوئة لهم وفجر مخاوف غربية مراقبة للمشهد وفي نهاية المطاف تم التحالف بين الداخل والخارج ضد هذه الحالة الفرص المتاحة أنا ذكرت هنا بعض النصائح البسيطة أقول أن هناك كما ذكر المحاضر في المداخل الأخيرة فرصة واسعة عن إنشاء المشروع الإسلامي وإثبات جدوى وإقناع الجماهير والنخب من خلال خطط وبرامج عمل منظورة تتعدى حدود الشعارات فرصة العمل على التعاون في البعد الإقليمي وهذه أول ظاهرة نحن وجدناها ما بعد سورات الربيع العربي هي عملية التلاقي ما بين الاتجاهات على مستوى العالم العربي والإسلامي فرصة العمل على التعاون في البعد الإقليمي بحيث يشكل صورة إيجابية جديدة عبر الحوار مع الدول ذات السقة المركزي في الإقليم ظنني وجودنا في تركيا أحد هذه العوامل تفكيك الدكتاتورية وحالة الاستبداد وهدم ما تبقى من جسد التواصل بينها وبين الأنظم الغربية وتعزيز ثقافة الحريات وتنمية الزاد وشخصياتها في الوعي الجمعي من حق الإسلاميين أن يأخذوا فرصتهم ويتمكنوا من اختيار برامجهم في بناء مشروع متكامل وليس من حق غيرهم أن يلقي عليهم الدلوس والمواعص بحيث يصبحوا راشدين سياسيا ووطنيا وفق مقاسي هو ورؤياه وبنفس الوقت لا يعني هذا إلغاء مفهوم الشراكة والتعاون مع الآخر شكرا اشتركوا في القناة شكرا